نفذت عناصر من المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية أحد الأنشطة التدريبية البارزة لإنزال الوحدات الميكانيكية والمدرعة على شاطئ جزيرة على ساحل البحر الأحمر تم الاستلاء عليها من قبل العناصر المعادية حيث قامت قواتنا بتدمير عدد من الأهداف الساحلية بمشاركة عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والوحدات الخاصة البحرية التي تم إبرارها برا وبحرا باستخدام الهليكوبتر والقوارب السريعة بدأت العملية بتحرك المجموعات القتالية من مناطق تمركزها والإبحار للوصول إلى منطقة الإنزال المخططة على الجزيرة وبوصول اللنشات السريعة إلى أقرب نقطة إلى الشاطئ بدأت عناصر الضفاضع البشرية في تنفيذ السباحة القتالية والغطس الهجومي للوصول إلى الساحل المعادي واستطلاع الدفاعات لاحتلال منطقة الإبرار وتأمين رأس الشاطئ والتعامل مع الألغام والشراك الخداعية وفتح الثغرات لتأمين منطقة إنزال القوات الرئيسية المنفذة للهجوم وقامت عدد من سفن الإبرار التابعة للقوات البحرية بإنزال عناصر المشات الميكانيكي والوحدات المدرعة التي قامت باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو والاشتباك مع العناصر المعادية وتدميرها بالتعاون مع الطائرات المقاتلة والهليكوبتر المسلح كما تم إبرار المجموعات القتالية لعناصر القوات الخاصة من الصائقة والقوات الخاصة البحرية باستخدام الهليكوبتر والأنشات السريعة لاشتباك والتعامل مع العناصر المعادية وتدمير عدد من الأهداف الساحلية باستخدام دوائر النسف والتدمير وذلك تحت ستر التغطية النيرانية للأنشات السريعة أظهرت المرحلة المستوى المتميز لتدريب القتالي لرجال القوات المسلحة وما يتمتعون به من مهارات ميدانية وبدنية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام غير النمطية وذات الطبيعة الخاصة التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف